ومن واشنطن ينضم إلينا خالد خيري مراسل الغد لمعرفة تفاصيل أكثر إذن خالد ما الهدف الذي تسعى إليه الإدارة الأمريكية من وراء قطع هذه المساعدات عن الفلسطينيين نعم مبدئيا يبدو أن هذه الإدارة تتخبط في عدة قرارات هذا القرار الأخير لا يعد فقط ابتزازا سياسيا أو اقتصاديا أو إنسانيا أو أخلاقيا بالنسبة للفلسطينيين وإنما هو يعكس أيضا التناقض في هذه الإدارة أولا نقطة مهمة جدا في نفس هذا الشهر في أول وفي السادس من أغسطس في الشهر الجاري أفرجت الولايات المتحدة عن 61 مليون دولار مساعدات للسلطة الفلسطينية قالت لدعم نظم الأمن فيها ها أواخر هذا الشهر تخصم هذه القيمة لأسباب عكس تماما الأسباب التي قالتها في القرار الأول هذه نقطة النقطة المهمة هذا القرار يأتي بعد زيارة مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل ما يعني أن إسرائيل لها دور في هذا القرار الذي فوجئنا به جميعا بالأمس هذه نقطة النقطة الأخرى الولايات المتحدة تقول إنها لا تعلم أين تذهب المساعدات التي تخصصها للفلسطينيين وهي تعلم تماما أن هناك رقابة مشددة صارمة على أوجه إنفاق هذه الأموال واشنطن تتحجج دائما بغزة وبأن حماس تسيطر على غزة وحماس هي التي تدير الأمور ولكنها حجج وزعم واهن تماما لأنها تعطي هذه الأموال للسلطة الفلسطينية وهناك آلية حتى من داخل إسرائيل لمراقبة أوجه الإنفاق إذن هي حالة ليست فقط من الابتزاز كما ذكرت لك السياسي والأخلاقي والاقتصادي وإنما أيضا تخبط في هذه الإدارة منذ أيام قليلة قال دونالد ترام إنه سيعطي للفلسطينيين شيئا جيد نظير إعطائه القدس المحتلة للإسرائيليين والآن يعلن عن هذا الشيء الجيد وهو حرمان الفلسطينيين من هذه المساعدات طيب هل هناك من أصدال هذه الخطوة في الأوساط السياسي الأمريكية ماذا يقولون هناك؟ بالطبع لابد أن نكون صرحاء في هذا الأمر هناك قطاع كبير نعم من الولايات المتحدة يدعم إسرائيل سواء في هذه الإدارة أو الخارجية أو حتى الكونجرس ولكن هناك زيادة في أعداد المنتقدين لهذه القرارات الأمريكية المشحفة يعني عدد كبير من أعضاء الكونجرس بمجلسي الشيوخ والنواب انتقدوا بالأمس هذا القرار أحد أعضاء مجلس الشيوخ قال إن هذا القرار لا أخلاقي ويعد انتهازيا إذن هناك انقسام في الإدارة الأمريكية وأيضا في الشارع الأمريكي بخصوص الإنحياز المطلق لإسرائيل ولكن تعلم قرار المساعدات هو في يد الإدارة الأمريكية هو في يد دونالد ترامب ومنذ مجيئه هو يفعل لإسرائيل ما كانت لتحلم به في هذه الأثناء فيما يتعلق بوضعها في منطقة الشرق الأوسط طيب خالد لو نستذكر معا القرارات الأمريكية السابقة فيما يتعلق بالمساعدات في شتى المجالات هل هناك تراجع من قبل الإدارة الأمريكية عندما تتخذ قرار في مثل هذا الأمر بالطبع هناك تراجع واضحة هذه الإدارة تمتثل بما تقوله إسرائيل لها في هذا الشأن هذا بلا نقاش وهذا معروف الآن في واشنطن تعلم هناك علاقة خاصة تجمع بين دونالد ترامب وبين بنيمين ناتنياهو ومن هنا هذه العلاقة تؤثر كثيرا على القرارات التي تصدر من البيت الأبيض ومن الخارجية الأمريكية هناك تناغم تم أيضا بين بومبيو وبين بولتون وبين ترامب هذا الثلاث يتفق تماما في ضرورة دعم إسرائيل إسرائيل نفسها تعلم أن هذه الإدارة ستعطيها ما لم تعطيها أي إدارة أمريكية ولا في الماضي ولا في المستقبل وبالتالي هذه الإدارة تجحف كثيرا في الانحياز هناك انحياز دائم أمريكي لإسرائيل على مر العهود والسنين ولكن الانحياز الآن أخذ شكلا مختلفا انحيازا مطلقا لا يراعي حتى الشعب الفلسطيني ولا الأطفال ولا النساء ولا المدارس ولا المراكز الصحية يعني لهذه الإدارة الأمريكية تغط على كل شيء داخل الأراضي الفلسطينية ويعني اعتعدت خطوط حمراء كثيرة كانت إدارات أمريكية تضع حتى مع الانحياز لإسرائيل شكرا جزيلا لك خالد خيلي مراسل غد كنت معي من واشنطن شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا